الوقائع التي ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت المسلم البسيط يرى أن عليه مهمة في بغاية الضخامة وأن عليه أن يقيم الدنيا كلها على الحق لأنه يبتغي الآخرة ولأنه يريد الله وأضرب لكم مثل بالنشاط الثقافي افرض أنني لا أريد أن أعلم أنا هتعلم وأدرس خلاص فأفاجأ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوما ووقف على المنبر وكأنه يهدد المسلمين يهدد الصحابة ويقول لهم بوضوح ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم يعلمون جيرانهم أنا أتصور أن الحديث يقول ما بتعلموش ولادكم ليه ما بتعلموش زوجتكم ليه ما بتعلمش ابنك ما بتعلمش أخوك إنما جيراني ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاما معناه لا يفقهن أقوام جيرانهم ولا يعلمن أقوام جيرانهم أو لا أعاجلنهم بالعقوبة في الدنيا ولا يعذبنهم الله يوم القيامة إذن لما أربط بالآخرة بالدنيا أنا مضطر أعلم جاري جاري حتى لا أعذب يوم القيامة هل هناك منهج في العالم في التاريخ البشر فيه دفع للإيجابية كهذا بس إحنا مش عارفين هذا الكلام نحن لا ندرك هذا الكلام لا ندركه